بدأت العملية العسكرية على عفرين بإعلان رسمي عبر وزارة الدفاع التركية وما كان كلاما سياسيا أصبح اليوم أفعالا على الأرض فالمدفعية التركية وسلاح الجو التركي استهدف وخلال ساعات قليلة مقارا ونقاطا عسكرية لميليشيا قسد داخل عفرين والتي تعد العدو الأولى لتركيا بحسب البيانات الرسمية حيث أكدت تركيا على استئصالهم إذا لم يسلموا عفرين مع بدء عملية عفرين لا أعتقد أن تركيا ستتراجع عن قرارها وستنهي وجود تنظيم البيدي الإرهابي أي دولة في العالم ترفض وجود تنظيم إرهابي يهدد أمنها القومي والرئاسة التركية أبدت محاولات عديدة مع الدول الفاعلة في الملف السوري لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية لكن دون جدوى واليوم قررت أن تكمل ملف عفرين بنفسها وطيرة متوازنة من القصف المدفعي التركي دون تحركات على الأرض لتطلب تركيا من حلفائها في الجيش الحر استقدام تعزيزات عسكرية ودخول أكثر من ألفين مقاتل لنقاط الاشتباك في المرحلة الأولى يقابله تحشيد عسكري داخل عفرين في الوقت الذي استبعد فيه محللون عسكريون أن تشارك تركيا في معارك برية خوفا من صدامات مباشرة مع نظرائها في واشنطن وموسكو وحفاظا على استقرار بلادها الداخلي بتصوري أن المعركة لن تكون برية في الوقت الحاضر ويكتفى في تطويق وقطع تواصل مدينة عفرين مع منطقة النظام وحصارها حصارا صعبا ولكن الاجتياح البري أتصور أنه هناك خطوط حمراء على القوات التركية إن كان من قبل أمريكا أو من قبل روسيا وخاصة أيضا أن دخول القوات البريية يلزمه دعم جوي من طائرات المقاتلة القاذفة تنازلات عديدة على الحكومة التركية تقدمها لتتمكن من تحقيق أهداف معركة عفرين وتأمين حدودها من أي وجود للتنظيمات الإرهابية الكردية كما تصفها أنقرة ولتكون عفرين ملعبا سياسيا وورقة تفاوض بين اللاعبين الدوليين فمن سيكون الرابح فيها مع إعلان وزارة الدفاع التركية بدء العملية العسكرية على عفرين قصف متقطع من المدفعية التركية تشهده منطقة الحدود بشكل كامل مع استمرار التعزيزات العسكرية إلى هذه المنطقة فهل ستحقق أنقرة ما تصب إليه في عفرين؟ أم أن المعركة ستطول؟ لأوريانتونيوز مسلم السيد عيسى الجهة الشمالية لمدينة عفرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر